الأزمة أخطر وأعمق من أزمة مباراة أو خطأ تحكيم الأزمة أزمة منظومة مهلهلة منظومة الفساد دخل فيها منذ ما يقرب من عقد عشر سنين ونحن عايشين في الأزمة دي ما بين إدارة تنفيذية للاتحاد وعلى مجالس إدارات متعقبة وليجان إدارة تنفيذية لجان شؤول لعبين مسابقات حكام الأزمة أخطر من الموضوع ده بعيداً بقى عن أبيض أحمر حكم أخطأ حكم ما أخطأش فار كل الأزمة خطيرة ويمكن يعني عمر قال دلوقتي لازم للتحكيم يجي على المحارة وكابتن جهاد بجريشة قال لا أنا لو ما سجي التحكيم هجيبه على المحارة لا اتحاد الكرة كله لازم يجي المجلس الجديد اللي هيجي ده وربنا يساهل إن شاء الله ويجي ناس قادرة على ده ده اتحاد الكرة ده لازم يجي كله عطوب الأحمر ودي تاني بره أقول اتحاد الكرة ما تزعلوش مني أنا فاكر من احنا كنا قاعدين هنا أحسام حسن قال أنا مش عايز أشوف الوجوه دي لدي ما خالص فالبعض منكو مع الوجوه دي مش هتيجي يعني بعض منكو يعني كان مستقمن تصريحه هل انت مع تصريحه دلوقتي؟ أولا ده راجل مدير فني بيشتغل مع الاتحاد ده ما ينفعش يولي كلام ده ما ينفعش يولي كلام ده الهارد بيبقى مع مصور الشركة النهاردة محمد عادل يمكن لو معاكم الصورة طبعا توجه للنيابة طبعا سهل جدا تعرف خلاص سهل جدا الهارد نفسه مع الهارد الهارد مع الشركة والشركة بالزبعات هو عن طريق من دوبليا يقدر تعرف مين اللي ودى الهارد وسجل على موبايل ونزل يعني او قادي صورة اولا اولا كل مصر عارفة ان فيه أزمة بين محمد فاروق القائم بأعمال رئيس لجة الحكام وبين ابراهيم نور الدين اللي هبط ببرشوت على ناجة الحكام وهو لسه حتى ماعلنش احتزاله بشكل رسم كل الناس عارفة ان ابراهيم نور الدين عنده أزمة كبيرة مع محمد عادل بدليل استبعاد محمد عادل من القائمات الدولية واستبعاده من التحكيم في السوبر سواء حكم ساحة او حكم فار او حتى حكم رابع واستبعاده من معسكر حكام النغبة الاخير في اسكندرية ويجي بعد ده كله والضغوط اللي اتعرض ليها محمد عادل يتم الزج بيه في مباراة الاولى في الدوري يقول لك محمد فروغ هو الاصر وطبعا بضغط من محمد فروغ هو الاصر هو ما كانش عايزه هو ما كانش عايزه قال لك عشان الدغوط اللي عليهم فانت عارف الازمة اللي موجودة كل ده والتحاد الكورة مش موجود غيبوه بك مش موجود مش موجود فمسيبك بقى محكاة انا يا فندم انا الاخر يوم لازم اكون بشغال لازم اشتغل وبعدين يعني ومش عايزين نختصر الموضوع في ان خبير اجنابي لا لا خبير اجنابي هيجي هيفشلوه بيفشلوه 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 واي واحد هيتفشل طالما المنظومة كده طالما الحكام كده طالما الحكام كده لا عايز الاتحاد يا حميل لازم مش الاتحاد بس لازم الناس اللي تشتغل معاه لا كلاسي برجا شريف لازم الناس اللي تشتغل معاه تبقى حبة انها جاية تخدم للحكام مش جاية طمعا في منصب او ان هي تخلص على الراجل وتفشله ولازم الاتحاد يبقى عنده رؤية في الراجل هتشغل وانا اطرحت اسماء محترمة وقادرة على هي تدير اللجنة مع الخبير الاجنبي ولازم الخبير الاجنبي ده يجي بسيرة ذاتية مش يبقى واحد عضو مجلس ادارة يعرف حكم سابق فيجيبه او واحد من بره صاحب واحد عضو مجلس ادارة فيرشح لو واحد فيجيبه يعرفه لا لازم يبقى فيه سيرة ذاتية والناس يبقى قدامنا واشتغل في حتة قبل كده ويبقى قدامنا سفيهات لناس يشتغلوا وطوروا التحكيم انا جاي بخبير يطور التحكيم مش يعيين لي ما التعينات دي اي حد يعيينه واحد جامد جدا فانت ناجي جويني طبعا فانت ناجي جويني ده سنوات من العمل في قطر فانت لازم بقى كابتن ناسر عبره لازم يستعانى بالكابتن ناسر عبره او كابتن سبيل على أصمان دي الناس اللي حابة تشتغل حابة تشتغل وحابة تطور ونشوفهم في تحليلاتهم من طالة المصداقية ومن طالة الموضوعية في تحليلاتهم للمباريات يمكن اهم اتنين بيحللوا بطريقة حيادية وطريقة موضوعية فاحنا عايزين الفترة اللي جاية دي وزي ما قلت وبكررها تاني المجلس القادم عليه عقب كبير جدا القصة مش قزمة تحكيم ولا قزمة خطأ لان البطولة السنة دي دوري استثنائي الغلطة فيه تعصف بفريق من التسعة اللي فوق يعني الجول حيفرق خطأ في جول حيفرق فريق يروح للتسعة اللي بنفسه على الدوري او التسعة اللي بنفسه على الهبوط فلازم يبقى الخطأ حيبقى والقادية مش هتسكت اذا كان الاندية دلوقتي لسه في بداية الموسم والاهل بدأ يطلب خبير وده كان متفق عليه في اجتماعها ربطة الاندية عشان بس ايه الناس حولت الموضوع ان الاهل بيدغط لا انا موفق وان الاهل بيدغط ده كان متفق عليه ودمن شروط يعني يجي خبير ابن اجناب صح كان كانت الخطيبة ولا طلب يعني لازم لازم الناس تبقى عارفة ان مصلحة الكورا المصرية في المجلس اللي قادم ده لا لازم لازم يتفور تمام